أنا سؤال بيقول بالنس ده ليه يا أقارب كلما وددتهم خاصموا أعمل إيه بس يا سيدي حنا عندنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واضح اللي بيرب الإنسان على الرقي الأخلاقي واللي بيعلمنا يعني إيه مكارم الأخلاق مكارم الأخلاق لا تكون إلا لا تظهر بجلاء وتتلألأ وتتألق لا يحصل لها كهذا إلا أمام وسوي الأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي سيدنا عمر إيه لما الراجل يهودي اشتد عليه وأخذ بتلبيبي فماذا قال له كنا أحوج إلى غير ذلك يا عمر كنت أحوج إلى أن تأمرني بحسن القضاء وتأمره بحسن الاقتضاء فكانت العلامة اللي ظهرت على حضرة النبي أنه لا يزيده الجهل عليه إلا حلمة يعني كل ما يزيدوش مساوئ الأخلاق إلا مكارم الأخلاق ولذلك حضرت النبي حبي خلينا نرتشف من عذب أخلاقي فقال ليس الواصل بالمكافئ يعني ليس صاحب مكارم الأخلاق إن الأخلاق عنده خدهات اللي أنا بسميه بزنست الأخلاق فيه ليه مصلحة عندك أحسن إليك ليك مصلحة لا لكن مكارم الأخلاق تأتي إمتى حتى مع مساوئ الأخلاق لإني دايماً بقول العهد الذي بيننا وبين الله أن نطيع الله في من عصى الله فينا أن نطيع الله في من عصى الله فينا يبقى إيه اللي حاصل؟ يبقى ليس الواصل بالمكافئ يبقى أنت استمر فأنت بتقول لي أعمل إيه؟ استمر استمر يعني إيه؟ أسألك سؤال سلة رحمك ده من الطاعات من الطاعات من العبادات من العبادات هل العبادة تتوقف عنها؟ يعني إذا أنت ما كنتش مبسوط مش هتصلي؟ العبادة يا سيدي صلة بين العبد وربي فلا تنقطع مهما كانت الظروف ما تنقطعش كمل واستمر والله سبحانه وتعالى يحب من عمل أدوامه وإن قل استمر إن شاء الله سبحانه وتعالى يضاعف لك الثواب يبقى ليه ربنا سبحانه وتعالى خلاهم ومع إن أنا بودهم هم يخصموني لأن الله أراد أن يضاعف لك الثواب مسكين أنت محتاج ثواب ومحتاج قرب ومحتاج فتح ومحتاج مدد من الله سبحانه وتعالى فتوكل واستمر إن شاء الله ربنا يجعلك في محل نظره على الدولة